يا جماعة عايز اتجوز او يعني عايز يبدأ مشواره العملي. فمشوار الالف ميل بيبدأ بخطوة. لكن عند محافظة البحيرة مشوار الالف ميل بيبدأ ببطة. الراجل قرر يدي كل شاب عايز يبدأ حياته ويعتمد على نفسه. بقى راجل. عشرين بطة يبدأ بيه مشروع. عشرين بطة. اهو والله ما بحذر. السخرية من محافظ مصري يحارب البطالة بقرد البط. تخيل. هو الراجل عشان بس في حوال خبر. على فكرة النهاردة اتنين وعشرين فبراير. ما يفكركش بحاجة ده ولا. نين وعشرين فبراير ده يا جماعة يوم تعامد الشمس على وجه الملك في معبد ابو سنبل. النهاردة الصبح الساعة سبعة الصبح. الشمس تعامدت لانه ده. النهاردة عيد ميلاده او عيد تتويجه. لانها بتعمل مرتين القصة دي في السنة. مر عيد ميلاده ومر عيد جلوسه على العرش. فالنهاردة كان فيه خمس تلاف سايح بس. موجودين بيتفرجوا على اللقطة دي. انا بس بفكرك يعني. تخيل الهندسة المعمرية بتاع الفرعنة. الشمس تشرق على وجه الملك. مرة في عيد يعني بص وتمثله فين بقى. في قدس الاقدس. قدس الاقدس ده فيه ده اخر نقطة داخل المعبد. قدس الاقدس في المعبد الفرعونية هو زي المحراب في المسجد. زي المدبح في الكنيسة. يعني اخر حتة جوه المعبد اخر اخر زخنية في المعبد. اسمها قدس الاقدس. تلاقي التمثال بتاع الملك. تشرق الشمس على وجه مرتين في السنة. منهم مرة السنة. 22 مرة الساعة سبعة الصبح. مرة في عيد جلوسه على العرش. ومرة في عيد ميلاده. شوف الفرعنة ده من تلات تلاف سنة. وشوف التقدم العلمي اللي احنا وصلنا له. شوف الالف ميل. اول الالف ميل بطة. بطة. والله انا اعرف بطري دلع فاطمة. وهو وشرط الحصول على عربات الخضار اللي على العنسيسي. لا بس عربات الخضار ما. عربات الخضار في قول فيها موتور وفيها ماكانات وفيها تلاجة. ايه ما تمشي. انما عشرين بطة. عشرين بطة تبدأ بحياتك بعشرين بطة. انا عمر ما اسمعت عن رجل اعمال بدأ حياته بعشرين بطة. اهو اتفرج اهو بدأ اهو. اتفرج الرجل اللي بدأني بيتونها. اه صلاح حسين اه حامل تعالوا والست بدأت. اهاتي عم البط. بص رجل ماسك البط ازاي. اه يلا. طب انت وزعت عليهم البط. هتاخدهم منهم بعد ما يجمروا. وهتاخد البيض منها. فبدأ القرد بتاقب. وعين طبعا لو بطة ماتت. وكل بطة تعي انت وراها بقى معلم. تدفي البط وتكبر البط. بس عشين بطة تعمل ايه ما يا علي? يعني تعمل ايه عشان بطة? يعمل ايه عشان بطة بزمن ضايع. كل بطة الجبر بابضات? ده جبت المعلومة دي منين? لحزة والله العظيم ما هكمل. جبت المعلومة دي منين يا علي? كل بطة بالجبر بابضات? ليه? مش مهم بقى انا اه طبعا. كل بطة بالجبر بابضات ازاي علي? بتثبوتها ازاي الحكاية دي? والله انا عايز اعرف انت زي بطة ازاي? كل بطة بالجبر بابضات ده بخنش حد يغلب يا علي والله. يعني بلا بطة. على كل حال الناس تدعيتلو قاليتلو. سكرتير محافظة البحيرة يكشف تفاصيل قارد عشرين بطة مسكوفي للشباب. شخصيا ما باكلش البط والحمام مفيش قروض ورق عينب يا محافظة يا حالي. يجي القاهرة? ايه منعك? ترتبط. ايه حوار البط? ده كل اللي عالتايم بيتكلم عليه. ولد كون الحكومة ناوية تسلم كل مواطن بيضة ويرقض عليها لحد ما تفقس. ارجو التوضيح عن نفسي مش هرقض ضهر واجعني. طب ما ننفعش قارد خرفان بدل البط. طبعا بدأت الناس تريس عليه. محافظة بحيرة تعلن عن تفاصيل حصول الشاب على قارد البط المسكوفي الشاب عشرين بطة لكل شاب. والبط يقوم فرحان منهم يغتص ويقوم وهات يا لعب. شوف المشايا اللي بيساعدوا هالشاب. لاحز ان القارد البط يرجع لهم تاني مش ناقصين ريشة. من مشاريع ده 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 مستدام محافظة البحيرة يمنح كل الشاب عشرين بطة بصورة قارد يجبر البط ويبيع او سدد القارد. ده مش اظهر دي جارة الدستور نشر الخبر ربي ليش في الحمير.